بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ماذا نرى بعد الموت هل الحياة بعد الموت مظلمة أم نرى أشياء فيها ماذا نرى لحظة دخول القبر وما بعد ذلك كيف يمضي الميت وقته والزمن الذي يمر عليه الحقيقة أيها الأحبة هذه الأمور تدعوني دائما أن أفكر في قضية مهمة جدا طالما ذكرنا القرآن بها وطالما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتفكر فيها ألا وهي قضية ما بعد الموت الحقيقة أحبة في الله بعد الموت سترى أشياء أكثر مما تراه الآن في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى يقول فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد أنت ستبصر أشياء وتسمع أشياء لم تكن تبصرها أو تسمعها في حياتك الدنيا عالم البرزخ عالم واسع جدا أول شيء أخي الحبيب يجب أن تعلم أن الميت يرى أكثر من الحي ويسمع أكثر منه أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك دعنا أولا نذهب للقرآن الكريم كيف أخبرنا القرآن عن لحظة الموت ما الذي يحدث ماذا سنرى هل هناك حوار هل هناك كلام يتكلمه الميت هل هناك شيء يسمعه الميت هل هناك شيء يرى نعم أخي الحبيب أول ما تدخل فيما يسمى بغمرات الموت يعني اللحظة التي تفصل الحياة عن الموت أو بصورة أدق اللحظة التي تفصل حياة الدنيا عن حياة البرزخ هذه اللحظة اسمها غمرات الموت يكون الإنسان في حالة تشويش في حالة ضبابية حالة انتقال من زمن لزمن ومن مكان لمكان ومن عالم لعالم ومن قوانين لقوانين أول ما يراه الإنسان الملائكة عندما ترى الملائكة وهي رسل الله الذين يأتون ليأخذوا هذه النفس نحن نعيش بالروح والنفس الروح هي النظام المحرك للجسد وهي من أمر الله وحسب نصوص القرآن الروح لا تموت لا يوجد لدينا آية يقول الله فيها إن الروح تموت لا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ونفخت فيه من روحي روح الله لا تموت سبحانه وتعالى ولكن النفس هي التي تموت يجب أن نميز هنا نفسك هي التي تموت الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت إذن هذه النفس التي أنا تأمرني بالشر أو بالخير أحيانا هذه النفس التي تأمرني أن أغضب أن لا أتسامح مع فلان أن أبخل فلا أعطي الفقراء أن أسيء الظن بالآخرين كل هذا عمل النفس إن النفس لأمارة بالسوء تأمرني بالسوء ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إذن النفس توسوس مثل الشيطان هذه النفس هي التي ستذوق الموت النفس هي شيء غير مرء لا يخضع للقوانين الفيزيائية التي نعرفها لا يخضع لقوانين الزمن تسكن الجسد وتغادر أثناء النوم ثم تعود لك وهذا كل يوم حتى تغادر آخر يوم فلا تعود وهنا يحدث الموت إذن بمجرد أن جاء أجلك أيها الإنسان الذي قدره الله عليك في لحظة معينة تأتي ملائكة الله رسل الله وعلى رأسهم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت هو الذي يتوفى ولكن معه مجموعة من الملائكة مجموعة من الرسل هنا سوف ترى هؤلاء الرسل وسوف ترى ملك الموت عندما يأتي ليأخذ هذه النفس ليتوفى هذه النفس قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم طيب في هذه اللحظة طبعا أنت ستنتقل من الدنيا لعالم البرزخ بما أن الروح ستغادر هذا الجسد ستفقد أي قدر على الحركة الخلايا ستتوقف القلب سيتوقف كل أجهزة الجسد ستتوقف تدريجيا أثناء مغادرة الروح الروح تغادر بهدوء ولكن النفس تخرج فجأة ودفعة واحدة إذن عندما تخرج هذه النفس من الذي يخرجها أو يتوفى الملائكة هنا الميت يطلب من الملائكة أن يعود للدنيا لأنه أيقن أن هذا هو الموت وهذه الملائكة جاءت لتقبض أو تأخذ هذه النفس تتوفى النفس فيطلب أن يؤخره الله يطلب أن يعود قال رب رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت يعني عندما يأتي أحد هؤلاء المقصرين يأتيهم الموت فجأة ماذا يقول قال رب يرجعوني يطلب أن يرجع إلى الدنيا ولكن هيهات انتهى الأمر لا عودة للدنيا أبدا لا تستطيع أن تعمل ولا أن تتحرك ولا أن تنطق ولا أن تفعل أي شيء انتهى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لأخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين الميت أيها الأحبة عندما يدخل في غمرات الموت يستسلم تماما بلا حركة بلا أي رد فعل مع أنه يسمع ويرم يحاول أن يعود للدنيا لينفق لأنه اكتشف الآن تقصيره في حق الله من أين يكتشف من شكل الملائكة الملائكة تأتي للميت العاصي المقصر الذي غرته الحياة الدنيا وشغلته الحياة الدنيا ونسي الله ونسي لقاء الله واطمأن بهذه الدنيا ورضي بها تأتيه ملائكة العذاب بأبشع صورة فيدخل في حالة من الرعب وهو لا يستطيع أن يتحرك ماذا يفعل فيحاول أن يؤخر نفسه فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى طيب أنت الآن وأنت غافل عن الله عندما يذكرك أحد بالله تهرب وتصم أذنك تغلق قلبك أمام كلام الله سبحانه وتعالى طيب الآن لحظة الموت تقول يا رب أخرني إلى أجل قريب إذن حالة من الرعب يعيش هذا الإنسان بالمقابل أنا أود أن نرى الصورة المقابلة التي نسأل الله أن نكون جميعا منهم المؤمن الذي كان يحلم بلقاء الله ويتمنى لقاء الله ويفكر بلقاء الله هذا هو معنى يرجو من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم إذن هذا الإنسان الذي يتشوق ويتلهف وينتظر لقاء الله بفارغ الصبر وأفنى حياته من أجل الله في تجارته كان يعمل من أجل الله يتسامح مع الناس في حياته كان يتسامح ويعفو ويكرم الناس ويخاف عذاب الله ويرجو رحمته مثل هذا الإنسان تأتيه ملائكة الرحمة بأحلى صورة لم يرى مثلها من قبل يرى أشكالا جميلة جدا لدرجة أنه يريد أن يسرع يريد أن تنتهي هذه الدنيا هو لم يموت بعد هي لحظة لحظات فاصلة لازال على قيد الحياة قلبه ينبض وظاهريا هو حي ولكن دخل في غمرات الموت هذه الصور الجميلة التي يراها الصور للملائكة فتأتي الملائكة بصور جميلة جدا ومريحة ومحببة للإنسان وتتكلم معه بأجمل كلام تقول له لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ثم تقول له وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فيرى أمامه مكانه من الجنة في هذه اللحظة هو يقارن بين جنة عرضها السموة والأرض فيها الأنهار وفيها الرفاهية يقارن بين هذا الواقع الجديد الذي ليس فيه خوف لا خوف عليكم وليس فيه حزن وأسى ولا أنتم تحزنون ليس فيه خوف من أحد لن يتحكم بك أحد بعد اليوم لن تخشى أحدا إلا الله بعد اليوم لن يضرك أحد بعد اليوم لن تحمل هم الرزق بعد اليوم لن تحمل هم الحياة أو المرض أو أي شيء آخر نفس المؤمن تتوق أن تذهب تخرج بسرعة فتتلقاها الملائكة هذه النفس ويدخل المؤمن في عالم البرزخ ويقول الله لهذه النفس يخاطبها النفس التي كانت تأمرك بالخير كانت تقول لك اصبر على أذى الآخرين اصبر على أذى زوجتك اصبر على أذى الناس هذه النفس التي كانت تدعوك لفعل الخير لحب الخير للناس هذه النفس التي كانت توقظك من الليل لتصلي وتذكر الله وتتدبر القرآن العظيم هذه النفس ستتشوق للقاء الله ماذا يقول الله لها ماذا يقول الله لها يا أيتها النفس المطمئنة سماها نفسا مطمئنة تكون في حالة اطمئنان شديد في ذلك الوقت طبعا الناس من حولك يبكون ويقولون مات وكاله أنت في حالة فرح حالة من السرور حالة من يعني حالة خيالية من السعادة وتسمع صوت الحق وهو ينادي على نفسك ويقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تصور هذه اللحظات أخي الحبيب كم هي لحظات رائعة طيب بالله عليك ألا تستحق هذه الحياة الجديدة المليئة بالفرح والسرور والحياة المطمئنة هذه ألا تستحق هذه الحياة الرائعة أن تفني عمرك من أجل الله تبارك وتعالى لذلك أخي الحبيب منذ هذه اللحظة ابدأ بانتظار لقاء الله أن تتمنى لقاء الله وسوف ترى الفرح والسرور لن يكون هناك شيء مخيف ما بعد الحياة الدنيا أجمل بكثير مما هو في هذه الحياة الدنيا ولكن بالنسبة للمؤمن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين قال الله فيهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق وبركاته شكرا